بعد قرار وقفه لتصدير الاسلحة الى المملكة العربية السعودية يواجه الرئيس الامريكي الجديد جوبا ايضا تحديا جديدا هذه المرة من روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى صحيفة الواشنطن روبورت اون ميدل ايست افر وتحت عنوان لماذا تتدخل روسيا في اليمن مرة اخرى وقالت انه في الاشهر الاخيرة تظهر زيارة مسؤولين من المجلس الانتقالي الجنوبي الى موسكو العلاقات المتنمية للمجموعة مع روسيا هدف موسكو منذ بداية هذه العلاقات هو تأمين مصالحها الجيوسياسية وبالطبع السعي لتحقيق اهداف اقتصادية وسياسية تسعى روسيا الى تحقيق هذه الاهداف من خلال التعاون الوثيق مع المجلس الانتقالي في محاولة للحفاظ على علاقتها الواسعة مع جميع الاطراف المعنية في اليمن سياسة موسكو لا تلحظ الى اي طرف معين في المشهد السياسي العسكري اليمنية فهو يضفي الشرعية على ادارة الرئيس عبد الرب منصور هادي ويقيم علاقات مع الحوثيين ويحترم مواقف الحركات الجنوبية الساعية للسلطة ومع ذلك فان الهدف الرئيسي لروسيا في جنوب اليمن هو الحصول على قواعد عسكرية في مضيق باب المندب الاستراتيجي والذي يربط البحر الاحمر بخليج عدن الحصول على قواعد عسكرية في مضيق باب المندب الاستراتيجي هو سعي استراتيجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقول هذه الصحيفة الاستراتيجية وتقول ان علاقات روسيا مع اليمن ليست جديدة لكنها بدأت خلال الحرب الاهلية في اليمن عام 1960 والتي انتهت بتشكيل جنوب اليمن رسميا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتي اعترف بها الاتحاد السوفيتي على الفور واصبح اليمن الجنوبية اول دولة في المنطقة تستخدم الافكار الشيوعية رسميا في الحكم وبعد مجموعة من المستجدات في ذلك الوقت صمح لموسكو بانشاء قاعدة بحرية على وجه التحديث في سقطر استقبلت القاعدة مائة وعشرين سفينة سوفيتية خلال مدتها مكنت القاعدة الواقعة في خليج عدن الاتحاد السوفيتي من اجراء عمليات مستمرة في المحيط الهندية حتى عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وفي هذا الصدد نصح القائد العام السابق للبحرية الروسية فيليكس جوروموف والاكاديميون في معهد موسكو للدراسات الشرقية السلطات الروسية باستعادة النفوذ السوفيتي السابق في اليمن ولهذا اجرت روسيا اول محادثة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اجل ان يكون لها قاعدة في البحر الاحمر وقال صالح في مقابلة مع تلفزيون روسيا اثنان في محاربة الارهاب نتواصل ونقدم كل تسهيلة مطاراتنا وموانئنا نحن على استعداد لتقديم ذلك الى الاتحاد الروسي لكن لماذا يريد بوتين الان ان ينشئ قاعدة او يعيد انشاء القاعدة الروسية في اليمن تجيب الصحيفة بالقول ان مضيق باب المندب يعتبر مهما من الناحية الاستراتيجية لروسيا وهو نقطة دخول روسيا الى القرن الافريقي ويعتبر القرن الافريقي بوابة التجارة والاستثمار لقارة مليئة بالامكانيات الاقتصادية وتابعت هذا ليس كل شيء فتستكشف روسيا ايضا امكانية انشاء قاعدة بحرية في ارض الصومال مما سيزد من وصول موسكو الى ميناء باربرا المملوك بشكل مشترك لارض الصومال وايثيوبيا وشركة اماراتية في ضوء هذه المشاريع تثمن روسيا قاعدة عسكرية في جنوب اليمن لانها ستربط هذه المنشآت بشبه الجزيرة العربية يا بايدان فما لا يعلمه الرئيس الامريكي ان احد الاهداف السياسية لروسيا في اليمن وعلى نطاق اوسع في الشرق الاوسط هو الحد من نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الاوسط والخليج العربية ويعتقد بوتين انه يستطيع التنفس مع جو بايدان والولايات المتحدة في اليمن لانه يمكن ان يعمل كوسيط بين الجماعات المختلفة في اليمن وهو امر لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به تم تنفيذ هذا النهج بنشاط من قبل الرئيس السابق للحكومة الروسية ييفجيني بريماكوف والذي حاول في انشطته السياسية عدم الانحياز الى جانب اي من المشاركين في النزاعة الاقليمية وختمت بالقول يكمن مفتاح الدور النشط الاخير لروسيا في اليمن في حيادها الاستراتيجية تعمل روسيا كوسيط بين مختلف الجماعات المشاركة في اليمن ولديها علاقات ودية مع جميع القوى المشاركة في البلاد بما في ذلك الامارات والسعودية وايران يبدو ان روسيا تسعى لتحقيق مصالح جيوسياسية وتواجد عسكري رسمي في اليمن وتحديدا مضيق باب المندب وهذا الوجود له الاسبقي على المصالح السياسية والاقتصادية الروسية الاخرى في اليمن تدرك موسكو جيدا ان الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 50 الف جندي في 29 قاعدة عسكرية في الخليج العربية ولد واشنطن اكثر من 300 طائر حربية ومبيعات اسلحة بمئات المليارات من الدولارات في المنطقة ويعتقد ان مفتاح حل ميزان القوى في شبه الجزيرة العربية لصالح موسكو هو ان يكون لها وجود مادي في واحدة من اكثر المناطق الجيوستراتيجية اهمية في العالم موسيقى